اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حرب نفسية كانت بتقام ضد المدير الثاني حرب نفسية لان النهاردة القوى اللي شغالة في السوشال ميديا دلوقتي بتلعب دور كبير جدا في الموضوع دوات ازاي انا احبط من معنوياتك وازاي انا احط من معنوياتك وازاي في نفس الوقت ارفعك لدرجة في السماء النهاردة الحرب النفسية دي للأسف شغالة وكلنا بنشوفها وابنقرأها فاعتقد ان ده كان في اطار الحرب النفسية اللي كانت ضد فيلر واللي كانت ضد النادي الاهلي واعتقد ان عشان كده السبب ده ميستر فيلر مطالب انه يرد بقوة على كل هذه التقارير وان يحقق نتيجة ايجابية وان يحسن اختيار التشكيلة التي يقود بها المباراة امام فريق ما اعتقدش ان هو بالقوة الكبيرة لكن ظروف زي ما قلنا السفر بر مصر وظروف فريق ما نعرفهش وهو كابتن ميستر فيلر نفسه تقريبا ما لعبش في اجواء افريقية قبل كده فهي دي كلها بتبقى سعوة مباراة لكن على سيقة ان شاء الله بالتشكيلة الموجودة وباللعبين الموجودين وبالدكة القوية جدا اللي يمتلكها النادي الاهلي انه يعبر المباراة بامان وحق انتيجة جيدة جدا قبل اللقاء العودة ان شاء الله ان شاء الله بإذن النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراة وزي ما حضراتكم شايفين كده هذه اللقطات مجادرة البعثة فجر اليوم وطبعا كل التحيات تقدير لفريق العمل المرافق لبعثة النادي الاهلي هناك في غنية الاسترائية طيب بتتوقع الشكل النادي الاهلي يكون ازاي في مباراة كانوا سبورت سواء من حيثه الأداء او من حيثه تشكيل هذه المباراة طيب قبل ما توقع خلينا نتمنى بقى يعني احنا نتمنى او طبعا خلينا نتمنى بكرة ممتعة كرة جيدة كرة هجومية كويس لما يمتلك النادي الاهلي من لعبين هل ده ممكن يحصل من اول مباراة يحصل من اول مباراة تصوصا ان التدريبات اللي كان بيعقودها ميستر فير كان بتقول ان هو الراجل هو نفسه صرح من اول ما جاء وقال ان هو بحب يلعب كرة هجومية العناصر الموجودة والتولز اللي موجودة في ايديك دلوقتي من لعبين موجودين يخليك تلعب كرة هجومية بشكل كويس جدا الجميل دلوقتي في النادي الاهلي او الحاجة الكويسة اللي حصلة دلوقتي ان عكس المسلم اللي فات او المسلم اللي قابله الفرقة تقريبا المكتملة العناصر جيدة جدا النهاردة بنلاقي محمد هاني واحمد فتحي اللي اتنين على نفس المستوى واحد فيهم بيقعد على الدكة واحد فيهم بيشارك في الملعب عندنا ما شاء الله في نص ملعب في حمر السولية في ألو ديانج في حسام عشهور نفس بيقعد على الدكة في حمد فتحي اللعيب الرائع جدا فإذا كل مركز في المراكز التعطفير دلوقتي بقى فيها لعيب قوي ولعيب قادر ان هو يسد الفراخ فكل الظروف دي او كل التولز دي اقدر انا يتبقى حاجة واحدة بس ان انا زي اوظف اللعيبة دي جو الملعب اذا كان انا عندي فكر هجومي وعندي كل العناصر دي موجودة ما شاء الله عناصر متميزة في كل المراكز بالمناسبة القائمة مكتملة مع عد رمي ربيع يعني الستة عشر لاعب ان شاء الله موجودين مع الهل اللعب الوحيد هو ربيع على الاصابة بالزبط عندك بديل عندك كل جهاز بعد كده يعني عندك سر براهيم موجود وعندك محمد تولي موجود وعندك اللي يسد وايمن اشرف حتى رغم الكلام اللي تقال او التقريب اللي تلات ان ميستر بير مش هلعبه كلاعب دلوقتي مساك لكن يقدر في اي وقت ان هو يطع به لو اقتضت الحاجة عشان كده بقولك ان احنا الاختيار التشكيلة واختيار اللعيبة اللي هتشارك في المباراة ده اهم نقطة عايزين نشوفها احنا بقى جمهير نادي الاهلي تقريبا عانت الفترة اللي فاتت كان ميستر لسارتي معلش هتطر اتكلم عليه سريعا جدا انه كان عنده لعيبة كويسة جدا وكان عنده لعيبة ممتازة جدا ومع ذلك كانت النتائج ماشي اوكي كان بحق انتصارات لكن مفيش احساس الاداء مفيش الاحساس بالمتعة مفيش يعني اللي كان بيعمل قبل كده مثل مقابل جزير اللي هو الاجهاز على المنافس السوص دايما ما كانش مقنع ما كانش مقنع وما كانش بفرق سكور يعني بيتلاقي دايما النتيجة بتبقى واحد اتنين والامتاع والاقنع مش موجودين فالأعتقد ان الغربية العظم من جمهور نادي الاهل دلوقتي بتتمنى امتاع مع نتيجة مع اداء قوي لو طبعا هما تم عقوم معلش حق ان هما يطمع دلوقتي لان لعبتهم من افضل لعيبة اللي موجودة في مصر وعارفين كدرات لعبتهم كواس جدا وما كانش في توظيف ليهم في الفترة اللي فاتت بشكل كواس جدا فهما طبعا في التلات حاجات دول اعتقد ان لو ماستر فيلر اظهر اتنين منهم بس فهو هيكسب ثقة واحترام جمهور الاهلي من اول مباراة هل بتشوف ان دلوقتي المسئولية بقت اكبر نسبيا على اللاعبين بعدما مجلس الادارة ووفر كل الامكانيات تقريبا مسواء جاس فني اجهزة خاصة لفرقة كل حاجة متوفرة بالنسبة للنادي الاهلي بالفريق الاول بالتحديد هل المسئولية اصبحت اكبر علابة ان النادي الاهلي بدون وضع ضغوط لكن دلوقتي يومهم طالبين ان هما يثبتوا نفسهم بشكل اكبر من كده اخذنا الدوري وكلام من ده لكن دائما بيبقى الاهام الدوري قبطل افريق هل بتتطفق معي في الجزئين متتطفق معك تماما لكن برضو عايزين الشغل المدرب ان زي ما قلنا بالضبط يعني زي ما قلنا اللعيبة كانت موجودة لكن مكانش فيه توظيف كويس فده اللي خلى البطولات هربت واحدة وردتانية من المسر في السرط حقيقي كان ده كان ده موجود لكن دلوقتي نهارده انتم شاء الله كلكم فرمة وشوفنا العيبة حتى العيبة في المنتخب الامبي سواء كان رمضان صبحي او كل العيبة اللي شاركت في المنتخب الامبي كانت ما شاء الله عليها صلاح محصن طبعا ووحمت كلهم لأ بكلم تحديدا على رمضان صبحي وصلاح محصن الاثنين وكانوا ممتازين وظهرين بشكل كويس جدا اللعيبة كمان اللي موجودة في النادي الاهلي الباقية يعني علي معدول ما شاء الله في قمة مكدوين او ما شاء الله علي لو اتكلمت على حمدي فتحي بيعيش يعني افضل فترة مظلومة من النادي الاهلي في نيار اللي فات افضل فترة هميست الحمد فتحي ان هو لعيب تحس ان هو عنده اقدام تحس ان هو لعيب عنده جموح وعنده اقدام والحاجة الكويسة جدا اللي كان نادل الاهلي مفتقدها على مدر الفترة اللي فاتت الطويلة دي ان كان دايما لعيب نص ملعب الارتكاز ما بيقرب من خط المنطقة الجزاء الخصوص يعني ما بيكملش وده الفترة الاخيرة اما حمد فتحي بيروح يكمل على المنطقة خلى فيه قوة هجومية كبيرة جدا شاط جاب جوان لعب هد جاب جوان فاعتقد ان هو حمد فتحي من اللاعبين انهيبق اليوم شكل كبير جدا في الفرق ان شاء الله السنة اللي جاي فانا مطف معك تماما ان المسؤولية فعلا على اللعيبة الادارة وفرت لهم كل حاجة فاعتقد ان باقي دوركن تبقى في الملحب دوركن انتوا اللي تحققوا النتائج مع المدرب ان شاء الله متوقع النتيجة ممكن تبقى ان شاء الله تبقى واحد سفر للنادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله اتمنى كل التوفيد للنادي ماذا تتطرق مع حضرتك يستطرق لجزئية غير في الأهمية انا اتكلمت فيها في بداية الحلقة وهو فيما يتعلق بقرارات لجنة الانضباط بالأمس تعليقك عليها والله مش عجباني مش عجبات لا ليه لأن قرارات لجنة الانضباط كلها جاءت مالية 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 مفيش إكافات مفيش استبعاد ودي الامور اللي بقيت تأثر في القرارات أو العقوبات بشكل واضع جدا النهاردة لو حبصيت للعقوبات اللي اتخذت 50 ألف و100 ألف و30 ألف معيش سوريا يعني مش أرقام مؤثرة في عالم البيزنس في العقوبة القدم في اليوم من دول إيه 30 ألف جنيه و50 ألف يحب يبقى بماليين 20 مليون 30 مليون 40 مليون يبقى الهدف من العقوبات إن أنا أحرم اللاعب اللي هو أصدر المشكلة أو عمل المشكلة من إنه يشارك في المباريات وبالتالي فريق نادي يخسر لأن نادي يدفع فيه ملايين لكن هو يتعاقب بألافات فطبعا الموضوع أنا مش متفق تماما مع العقوبات اللي موجودة شايف إن العقوبات المادية غير راضي عن لا مش راضي مش راضي مش راضي عن العقوبات المادية تماما لازم بقى فيه إقافات وده بنقوله مش على مش على فرقة بعينها أو على حد أنا نكلم في المطلق وبنتكلم في المجمل وبنتكلم على كل يعني النهاردة ما ينفعش أنا في وقت من الأوقات أجي أخذ قرار ضد حد وقل له أنت معاقب ب10 ألف جنيه أو 20 ألف جنيه وهو تلع بيسيء وكل شوية بيشتم أو بيقول كلام مش مصبوط أو كلام يقول لا أنا لازم النهاردة يبقى فيه حرمان سواء بأ إذا كان لاعب يبقى حرمان من برايات إذا كان مدير فني أو من الجهاز المساعد يبقى عدم الجلوس على أدرك التحتيات بره في المدرجات وإذا كان مسؤول في نادي أو كلام يبقى عدم الظهور أو الحج أو عدم التواجد في الأماكن الرسمية التي تبقى موجود زي دي إنما موضوع عندنا أدفع ألفات ما فيش مقارنة خالص يعني العيب يبقى سعر 20-30 مليون جنيه وجاء وقع عليها غرما بـ 50 ألف أو 100 ألف جنيه ما فيش أي مشكلة خالص ما فيش أي حاجة يبقى ده هيبقى هيخلينا نقدر أن نقع في المشكلة تاني ويدفع فلوس تاني وكلام بكل ما فيش أي أزم أنا ضد العقوبات المالية لابد أن تكون هناك إيقافات لأنها العقوبات الصارمة الحازمة والجازمة واللي هي هيكون بسببها اللعيب أو المسؤول لو أيا كان المدرب مش هيقدر يغلط بزرط قبل ما يمل عيد صرف ذا كمان يعني أنا عايز أقول حيا كمان في الجزئية دي تحديدا أننا النهاردة العقوبات دي كانت اللي وقعت على بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة دي كانت مقترنة بالجمهور لما أنا برضو ده هيعمل لي مشكلة مستقبلة إذا كنت أنا تجاوزت وخطت عقوبات والجمهور كان معايا وكلام بكله تم قدام بعد كده أقدر الموضوع ينتقل بقى من تجاوز مني أنا لتجاوز من جمهورين فنبدأ أن نشوف شغب نبدأ أن نشوف عنف وإحنا لسه بنقول يا هادي وكلنا بنتمنى أن الجمهور ترجع لمدرجات تانية لأن هذا الهدف الأساسي الهدف الأساسي أننا نرجع الجمهور لمدرجات تانية وكلنا متعاشمين في ده أما بصيت في نهاية الكلاس كان شكل الجمهور كان حلو جدا ببيضا عن التجاوزات اللي حصلت بص حتى للملاعب السعودية أمتا بتحس بمتعة الكورة طبعا يعني كانت عندنا المتعة جمهير ما هي جمهير الأهلي رفعت لها اللفتة كبيرة أبليكات عمرنا ما هننسى أبدا الكورة للجماهير فكورة بدون جمهور ما لهاش أي متعة ولا أي حاجة فإحنا هدفنا دلوقتي أن زي ما بقولك لازم تبقى العقوبات جازمة وصريمة عشان حتى نقدر نرجع جمهورنا تانية للملاعب إيه اللي خلى لاجنز اندباط ما تاخدش هذه العقوبات الرضعة اللي ممكن تكون في مخيلة البعض مخدة عقوبات ضعيفة زي دي إيه اللي دافع اللي خليهم ياخدوا بقرارات ضعيفة زي دي والله يتدافع بص القصة في الأول في الآخر إن إحنا لسه بيعملوا عملية بالانس أو توازن مش عايزين يتحسبه على أي جهة تعرفين النهاردة أي حد مسؤول أو كلام ده كله للأسف بيتحسب على جهة معينة سواء هنا أو هنا أو كلام ده كله فأعتقد إن إحساس الشخصي أو يقيني إن العقوبات دي النجات كده عشان ما يتحسبش حد على حساب حد طب هو أصلا المسؤولين في اتحاد الكرة محسوبين على أن يجئ طيب يعني كانت فرصة بالنسبة لهم إن هما يثبتوا إن هما على الحياة طبعا أكيد أنا أقولش إن هما مش على الحياة لكي نحن بيتكلم في كل الأحوال على الردع خد قرارات قوية عشان ترجع الأمور لطبعتها ترجع الجمهور للمدرجات لكن بالطريقة دي المضوع حيفضل النهاردة يعني أنا مدوعا إن الكماهير ترجع للمدرج حتى في ماتش سوبر اللي جاي ما عنديش قناعة بتاع ما عندكش قناعة ولا متتوقعش متتوقع متتوقع إن ميبقاش في مجاب موجود جمهير إلا إلا أعداد أولئية جدا مش عاداد كبير بسبب بسبب اللي حصل في ماتش لإنهاء الكاس اللي حصل في ماتش لإنهاء الكاس بينزر بإن نحن عندنا مشكلة لازم تتحدي لأول لازم اللي يعمل شغب يتعاقب لازم اللي يخاف ما يعملش ما يتواجدش ما يبقاش موجود فعشان كده أنا إحساسي إن طبعا هو لسه القرار ما تخلش دلوقتي إذا كان كان فيه كلام تقرير بتقال إن فيه 20 ألف من هنا وفيه 20 ألف من هنا وكلام ما كله دلوقتي ماتش ما تمش بالضبط ما عاده لسه لحد دلوقتي ما تعرفش فأعتقد إن حتى ماتش سوبر وأنا أقول هالك هو من دلوقتي يا أمير إن معتقدش سبقى فيه جمهور إلا بأعداد قديلة زي ما زي ما كان بيحصل قبل كده فإحنا كان لازم على قرار أو في الحقيقة في كل أحضر لجنة المؤقتة إن هي لازم تاخد قرار رادع قرار قوي عشان يعني زي ما بقولوا كده إضرب المربوط يخاف السائب فما أنا أخذ قرار رادع وحازم في الحيطة دي أبقى عارف إن مش هيجي بعد كده شغل جماهيري أو حد يعمل مشكلة بين الجمهور أو كلام دي كله لكن إن شاء الله ما نتمناش طبعا أن يبقى فيه أي شغل أو هي صارع أو كلام دي كله بإذن الله بإذن الله بإذن الله مباراة السوبر مباراة الأهلي والزمالك تتلعب بجماهير نتمنى أكبر كما ممكن الجماهير يحضر هذه المباراة من غير أي إساءة سواء من الجمهور ده أو من الجمهور ده عايزين نتمتع بالكور طبعا كلنا 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 نفسينا الجماهير طبعا كل واحد يتشجع فرقته براحته يعني أنا وقت لحاجة بالنسبة للموضوع الإساءات اللي حصلت وكلام ده كله على مصول المنطقة العربية مفيش جماهير متعصبة أكتر من جماهير الأندية السعودية للجماهير السعودية للأنديات فعلا يعني النصر والهلال في الرياض دول في الدرب الرياض دول مش عايزة أقول لك بيعملوا ايه في بعض يعني الأهلي والاتحاد في جد لكن ما بيحصلش تجاوز نهائي ليه لأن اللي بيغلط بيتطبع عليه العقوبة عقوبة مغلصة حرمان منع الكلام ده كله زي ما نشوفه أوروبا كمان بالزبط هم أصلا مشون حتى هتليم مشون بقاعدة كده من ليس معي فهو تدي يعني أنا هلالي وانت حتى مش هلالي انت ولا نصراوي ولا اتحادي ولا أهلاوي بس انت أي حدي تاني فانت مش معاي انت لازل تبقى هدالي زي فأقول لك شوف الدرجة اللي تعصب على القرى بينهم واصل دغاية فيهم لكن مع ذلك ما فيش أي تجاوزات ما فيش أي مشاكل ملاعب بنشوفها كل هنا بتبقى مليانة زي والمدرجات مليانة وكلام تقوله فأنا أتمنى إن شاء الله الصورة اللي بتبقى بره دي حتى يعني ماتش السوبر لما تلعب في الإمارات شفت الجمهير كانت عاملة إزاي كانت حاجة جميلة أو أهلي وزمالي يعني ما بنقولش إن هما إيه فريتين لا أهلي وزمالي يعني نفس الماتش السوبر اللي انت هتلعبه هنا قابت في الإمارات وكان الجمهير شكلها ممتاز وكان شكلها حلو جيت بس ده لي لأن اللي هيعمل مشكلة أو اللي هيعمل شغب العقوبة بتاعته حضرة وجهزة فأتمنى من هنا إن العقوبية تبع على قد الشغب أو المشاكل اللي حصلت إن شاء الله لده نرجع جمهور ونستمتع بموسم قوي بإذن الله الرسالة اللي ممكن نقولها للمسؤول أو لللاعب أو للجمهور ممكن تكون إيه عشان الأمور ترجع لطبعتك والله للمسؤول خليه جريئ خليه عندك شجاعة ما تخافش من حتى للجمهور كفاية بقى تعبنا يعني احنا عايزين نشوفك في المضربات فلازم يبقى سلوككم في المدرجات سلوك ساوي بلع مشاكل بلع تعصب بلع ألفاز خارجة خلاص عنينا بقى إنها سنين كتير قوي فنفسنا المدرجات تتمرين إن شاء الله بالجمهور تاني جمهور الأهلي جمهور الأهلي إن نقول له إيه دلوقتي لو مطشا هتلعب بجماهير وهقدر جمهور الأهلي وجمهور الزمار لو مطشا صوب إيه رسالة لنقولها الجمهور الأهلي عشان الفرقة نفسها قبل ما نوصل الرسالة للجمهور نادي الأهلي السنة اللي فاتت دي كانت فيها أحداث كتيرة جدا مين كان المدافع الأول عن كيان النادي الأهلي جمهور الجمهور طبعا يعني الجمهور وضح مدى قوته وضح مدى حبه للنادي وعشاء للنادي وكانت حسنوا المدافع الأول عن النادي في كل الأواعات فأعتقد أن الرسالة ممكن تتوجه للجمهور إذا كنتوا أنتوا بتحبوا ناديكم فحفظوا على ناديكم التزموا بالتعليمات وشجعوا عشان تقدروا ترجعوا مدرجات وتشجعوا النادي اللي بتحبوه فإذا كنت هيبقى في البداية في شوية التزمات فأنت في الآخر هتكسب الحاجة اللي أنت بتدور عليها أنك تروح تشجع في الاستاد وتشجع في اللي بتحبه المروح للسعاد والتشجيع في الاستاد متعة كبيرة جدا مفتقدينها بقالنا فترات طويلة أولا فأعتقد أن الرسالة للجمهور أن شجعوا ناديكم ملكوش داعوا بأي إساءات تانية خليك ورنادي في ظهره لأن فيها الديا كتير مستفادة جدا من غاب جمهور النادي الأهلي على المدربات طبعا أنت لو بتلعب مطشة دلوقتي النسبة 50-50 مطشة قوي مثلا مع أي فرقة فنسبتك بتبقى 70-30 لو معك جمهورة معلش ما هو ده كان موجود في نهاي الكاس بالضبط وده اللي حصل مع نادي الزمان كان موجود في نهاي الكاس كان النادي زماليك بيلعب بجمهوره وكان موجود بشكل الجمهور موجود بشكل كبير جدا وساند فرقته بشكل كوي جدا وشوفنا وقبلك في حين النادي الأهلي اتحرم من جمهوره في المتشاطة دللاعبة يعني القصة أن لا في حد بستفيد بالجمهور وخصوصا للجمهور لأنديها الشعبية لأنديها الشعبية لأنديها جمهور جمهورها بيفرق معها كتير قوي طبعا بالتكلم عن الأهلي عن الزمالك عن الاتحاد عن الإسماعيلي عن المصري كل الأندية دي جمهورها بيفرق معها كتير قوي فأعتقد أن خلاص بقى كفاية عايزين نسابد بقى من مضوع المشاكل والشعب والحكات وجمهور النادي الأهلي دايما جمهور كبير يعني وإن شاء الله يثبت ده في حالة حضور الجمهور إن شاء الله بإذن الله يثبت أنه هو هدفه الأساسي في الأول وفي الأخر إن شاء الله أنه هو يشجع فرقته وأن يفضل وراء فرقته مش عايزين أي حد يستغل الفرصة لإبعاد جمهور النادي الأهلي عن طريقهم الآخر هو ده اللي عايزينه بالزبط يعني وشوفنا بطولة أفريقيا كانت الجمهور كان موجود وكان شكلهم حلو جدا فأنتمان إن شاء الله يبقى على مستوى الدوري كل حاجة موجودة يا رب يا مساء عايزين نتطرق لبعض الأخبار المحلية وبالتحديد متحد الكرة أقال محمد الشريعي المدير المالي الجبلية بعد سبعة أيام تاريخ وده بسبب مشاكل الفيفا فاطمة خمورة كانت قالت إن فيه مشاكل مشاكل كان في الافتحاد الأفريقي لما هو كان رئيس اللبنة المالية هناك فبتشوف الخبر زي ده بتشوفه إزاي والقرار زي ده بتشوفه إزاي والله بشوفه إن مضوع صبعة يامتها صعبة جدا يعني بطلع أصلا نتعلم بالزبط يعني لما تبقى عارف إن فيه حد علي مشاكل والمضوع ما كانش مستخبي يعني المضوع كان واضح وكلام كله معروف فأنا أجيبه ليه وأختاره ليه من البداية أنا شايف إن هو بعض الاتهامات خلينا بعض الاتهامات أنا ماشي أوكي بس أنا أيا كان مدام فيه علامات استفهام على شخص معين يبقى بيكونش جبتهم من البداية يعني أنا أعتبر إن ده للأسف التخبط واضح جدا وكان المفروض يبقى فيه حد موجود معلوش أي علامات استفهام لكن خلاص هم أخذوا القرار واضطروا يشيروا فخلاص هنقول لي أو للأسف كان عدم اختيار غير موفق في البداية فأعتقد أن وإيه تهديد لازم بالزبط للجنة الخرمسية كلها طبعا إقالة كاملة للجنة الخرمسية فأعتقد أن لازم يختيارهم من المرة جاية رعوا بقى الأمور اللي هي إيه إن نجيب حد معلوش أي علامات استفهام أعيش بها وبالتالي الأمور تمشي بتقيم إزاي اللجنة الخرمسية حتى الآن والله أنا شايف عايز تعمل حاجة حلو وكلنا لمسين الأمور دي ويتأخروا جدا لكن لحد الوقت يعني إيه أنت لحد النهاردة نتنيش عن مبارات السوبر يعني إيه لحد النهاردة ما قلت ليش السوبر هيتلعب في اليوم الفلان وخصوصا أن الأنباء الخارجة أن السوبر يوم عشرين بالزبط بالزبط فما قلتش حد الوقت إزاي ماهو ده برضو يعني إذا كنا بنتوسم في الأشخاص خير وقلنا أن الأشخاص ليس على مغبر ناس محترمين وناس كويسين لكن كراتك لحد الوقت علي على ما استفع هل تقرأت أصلا مافيش 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 أي حاجة لازم تبقى من كده ولازم تزرر العين الحمر للكبير والصغير إذا كنت على أد المسئولية لازم تزرر العين الحمر الكبير والصغير ماينفعش النهاردة إن أنا أخذ كرار زي بتاع الرئيس العجب المالية اللي كان موجود وأتراجع فيه بعد أسبوع عشان حاجة قابلت إنفعش النهاردة أخذ كرار بعقوبات مالية وأجولها المرة الجاية إن شاء الله هل أحط فيها بالزبط فلأ يعني قرارات متخبطة جدا وأتمنى إن هم يحطتوا كل ده لسرح أكونها مصرية مستقبلا القرار الوحيد اللي أخذوها حتى الآن قرعة الدوري حتى بقيمة خميس لكن لسه مش عارفين مدير الثاني من تفاصيل مباراة الصور مش عارفين الدوري اللي أحلي هياخد درعة الدوري إمتى ومنتخب مصر بقيت اللي شغالة على مدير فاني منتخب مصر يعني حاجة طب إنت جاي إنت جاي أغلس أصلا لجنة مؤقتة يعني أجل مؤقتة شغلك بالأساس هيبق إنجاز ما هو متأخر يعني أي حاجة متأخرة أنت لازم تنجزها وتسرع فيها وما زالت لحد دلوقتي أنت مأنجزش أي شيء ولا عرفنا أصلا الدوري هينطلق إمتى يعني بكرة أرعة الدور طب إنت عرفت إمتى هينطلق إمتى البطولة هم يعلنوا بكرة هل ممكن يعلنوا بكرة بمناسبة عن المدير فاني كمان لا لا بكرة بل هي علاقة بالدوري أرعبت أرعبت لا ولا حتى تسليم الدوري في الحقيقة كل يوم بنتكلم للأسف ومحدش يتسلم ولا حد والغاية دلوقتي يا حب قال لنا مثلا من بداية الأسبوع ده بنتكلم في كل الملفات وبنقول تساؤلات وزينا لغاية دلوقتي ما تحلتش ما فيش أي حاجة ظهرت لحد دلوقتي أنا بقول لك مشكلة كبيرة جدا وبردو أنا عايز أوضع حاجة يا برضو أستسطور إحنا مش بنهاجم بالعكس إحنا عايزين بس أنت عشان تنجحوا يا جماعة حسسونا أن أنتو بتعملوا حاجة مختلفة أو حاجة جديد ما هو ده اللي هي الشجاعة والجرأة في التخاذ الجرار للأسف دي مش بتوفر دلوقتي للأسف فيش موجودة حتى توفر إمتى يعني كانت موجودة دلوقتي ولا قبل كده والله أنا كنت شايف أنها فرصة عظيمة لهم جدا أنهم يأخذوا القرارات اللي زي دي ليه النهاردة وانت جاي بشكل مؤقت مش عارف إيه الكلام ده كل فأنت جاي بشكل مؤقت شكل مؤقت ده بحاجة لو دريعك بحاجة لحاجة عندك أنا هيجي هنفذ ده أنا أعمله ده على طول وهيبقى على الكل واتخذ طبعا كل الاحتياط الموجودة بالنسبة للقرار اللي هاخده سواء كان ممكن نبقال مش في مصلحة أمير شوية ولا في مصلحة طارق لكن ده الصح اللي هيتنفذ للأسف إحنا لحد دلوقتي مش في ناش دوت تبعين إن شاء الله خلال بكرة زي ما أنت بتقول القرعة الدوري تبعين الموعيد إمتى ينطلق بطولة الدوري وإمتى منتقب مصر القرعة تتعامل مجرم الموعيد إحنا ديانا لا ما اعتقدش لا ننفعش طبعا ننفعش لازم يحط بداية على الأقل زي ما حصل لسنة اللي فاتت يحط لك الأسبوع الأول والثاني من الدوري أو الأسبوع الأول والثاني والثالث وبعدين النهاردة إحنا الأجندة بتاعتنا واضحة يعني ما عندناش إيه حاجة نقول إن إحنا لا دا مش عارف الأهل هيبقى عنده مش عارف أفريقيا أو الزمالك عنده كذا فنأجل وعن بطولة عربية ومش عارف الموضوع واضح جدا وعندنا بس اللي هي البطولة بتاعت الأفريقيا المؤهدة للأمبياد توكيو في شهر لوفمبر اللي جاي كويس وبعد كدت الأجندة الدولية اللي بيقف فيها المنتخبات عشان السعدات للإمبارات الدولية فأنت كمان ديعت يتحد كورا اللي اسم على المدير الفن المتخبص ديعت فتر التوقف الأخير أه طبعا ديعتها منك طب إمتى أستنى أستنى كم فتر التوقف عشان أقدر أبدأ أحط إيدي على الفرقة اللي هتلعب معنا مدير الفن الجديد اللي هيجي طبعا 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 وبعدين خلاص يعني تسفات كاس العالم جاية وكلامنا كله فلا لازم أنجز يعني مش معقولة هيفضل الموضوع فيه تأخير للشكل دي كان فيه تصريحات من أسبوع عشر ايام كده للدكتور عمر الجني في إحدى القنوات التلفزيونية وكان بيتكلم الرجل في الحقيقة بحسب كبير جدا وقال بالمناسبة يعني المناسبة اللي نحن نتكلم فيه إن لما حيكون في خروج عن النص سيبقى فيه عقوبات قوية جدا أول تصريح ما تنفس بالعقوبات الضعيفة بتاعتم يعني افتكرت الموضوع دلوقتي وقالت تصريحات كتيرة جدا مختلفة مهمة ومميزة وفي صالح الكرة المصرية وحتنقل الكرة من الآخر بس هل تصريحات دي انت شايف انها ممكن تتنفز كل الوعود اللي قالها دي مش مظبوط وبالتالي زي بيقولوا بالبلد كده العينة بيينة وفضح يعني للأزف يا رب كل التوفيق بقدارة شؤون الكرة المصرية بالشكل الأمثل والي يكون في صلح الكرة المصرية ان شاء الله تلال الفترة اللي جاية أستاذ طارق أنا كنت سعيد جدا نحرك متواجد عين الله يخليك رب شكرا 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 رب كان كان ضفنا العزيز أستاذ طارق عوض الناقض الرياضي بالجمهورية تكلمنا في ملفات كتير جدا سواء على ساحة الرياضية المحلية وأيضا فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي والسعادات للمقبراء المقبلة أمام كانو سبورت يوم السبت اللي ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا وغدا حلقة التميس من هذا البرنامج حلقة هتكون مهمة جدا استنونا بكرا ان شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة